وضمن تقاطع الأرقام الاقتصادية مع بعضها قررت وزارة التخطيط بأن نسبة الفقر في العراق تجاوزت الواحد والعشرين بالمئة من عدد السكانة فيما تأتي محافظات الجنوب بالمراتب الأعلى من حيث الفقر وتتصدرها محافظة المثنى باثنين وخمسين بالمئة المتحدث باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي قال إن عظم نشر الموازنة بالجريدة الرسمية إلى الآن يؤجل الحديث عن أرقامها ومتغيراتها موضحا أن معيار السكان هو الأهم في توزيع الحصص أو التخصيصات المالية للمحافظات وفيما أكد أن دهوك هي الأعلى بعدد الفقراء في كردستان وتحتل المثنى صدارة بنحو اثنين وخمسين بالمئة تليها الديوانية وميسان وذيقار من محافظات الجنوب بنسبة تقل عن خمسين بالمئة ليبقى ربع سكان العراق في متناول يد الفقر ترجمة نانسي قنقر